بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم واشخباركم احوالكم طيبا اتمنىكم يا رب تكونوا كاملين بصح والسلامة يا رب اليوم ان شاء الله سنشوفوا اربع سلطات شتوية دافئة كدجي هائلة جدا اربع سلطات اللي يجيوا رائعين سلطة الحموسي سلطة الخبيزة هذا وقت ها كدجي غزالة وصحية هات سلطة سلطة البسباس مشارمل ايضا كدجي طبقة رائع جدا ممكن تطفوحها في اطباق بدون لحون كي يجي هائل جدا وسلطة دي الشفلور اربع سلطات رائعين سهلين في التحضير وسريع التحضير وعد جدة يجي ولداد اول سلطة غدي نبدو بها هاد سلطة دي البسباس من الاحسن انا كنوضفيا هاد البسباس اللي كيكون صغير او لان متوسط يعني امتبع الحال منقي كنا نغمره في ماء وضعتوه واحد لبانيو دي المان الساعة وتحاولوا تسوسوه في ذاك الماء مزيان باش تيلة كان اشي اتريبها عالقه في الداخل وهذا كتخرج لان ما كنقسموش كنخليها كصين واذا كنوحبت متوسطين كنقسمهم في الناس في طرجة ديال الدخط وضعت فيها تقريبا واحد ستطل معالقه كديال زيت الزيتون واحد جوش في صوص ديال التوم اللي غدي نبشره معالقه كبيرة ديال ربيع مقطع بقدونسو كسبارا واتوابن اشتالة سريعة تحضيره كجل ديال عندي الرسل معالقه ديال زرجابيل معالقه صغيره ديال كوركم الرسل معالقه ديال فلفل اسود ومعالقه صغيره ديال بابخيكا هادو هما التوابن والملح ديال وقياسكم ديال ملح معالقه صغيره مع مراش ديال ملح يعني هادي هي التتميله واحد نصف كأس ديال الماء غدي نمزج ها التتميله جيدا وغدي نوضع فيها دوك الحبات ديال المسباس شقوهم هاكا غير شقا وحتا كافية في الواسط باش ندخل ديال اقامه فيها سافي كنمررهم في هاديك التتميله وغدي نقفل عليهم تنجرة ديال التغت ونوضعهم على نار مهيله عشرة دقائق لا غير كيكون واجد يعني وكتجي كيف قلت سلطه ها غزاله خليوا النار شعره يعني النار مهيله تكتمر ديك عشرة ديال مدقيق والمتبقي ديال المريقة هاكا اسكبت عليهم بالفوق سلطه عن جد كتجي ها إليك يجي طايب سبتاك يجي غزال والسلطه الثانيه هي سلطه الخبيصه الغنيه عن التعريف ايضا كتجي سلطه رائعه هدا وقتها كنختاروها يكون الاوراق ديال ها خضرين بتكون فيها تشي حاجه تكون هاكده فتية ديال ها يعني العراش ديال ها يعني ارقاق تكون فتية باش دغيات طيب وما تاخدش معانا وقت كتير كنغسلها في ماء غزير يعني عدة مرات مع الرشة ديال الملح فقط او لها كقطارات من الخل وكننغمرها المرة الاولى المرة التانية ونخليها حتى تتسقطر وكننقطعها بهذا الشكل الكمية يعني شحال ما وجدته ممكن تبقى معاكم يعني هاد السلطه او لهاد المقبله تبقى معاكم تاني الخمسيين في تلاجه ما عندهم ما يصرى لها كتجي رائعة يعني تحطوها كف جناب التبصيل او لكف قلت ممكن تعتمدوها كوجبة لحالي ها راها كتجي لديدة وشي هو منها بعد ما قطعتها كنوضعها كف فت طحانة او لو ممكن تقطعها غرب اليد وتكمله بالقراطة عادي جدا انا ما كان بغيش ننيلها يعني كان ضغطة او لازوج سافي وكنوضعها مباشرة في طنجرة ديال الدخت وصفة سريعة تحضير اكس براس يعني ضغية كتوجد معاكم 15-20 دقيقة كتكون حاضرة هائلة بعد ما قطعت الكمية اللي عندي هنا عندي 3 ربطات الصغار ضفت ليهم تقريبا نصف كأس ديال زيت زيتون كتبغي زيت زيت زيتون وهنا عندي 4 الفصوص ديال التام فص غدين قطعوا دوائر و3 الفصوص غدين بشرهم كيف ممكن تبشروهم عادي انا كيعجمي ذاك الفصيصها كيكون دوائر فيها في الخبيزة منافحها كتيرة وهذا وقتها يعني وسبحان الله يعني كتنود لحالها استغلوها في هال الوقت اللي هي فيه وتناولوها يعني على قد ما قدرته بعد ما بشرط دكتوم خدا نضيف توابل عندي معلقة صغيرة تكون عامرة ديال البابخيكا انا غنطيبها بدون طماطم كيف ممكن اللي بغد طماطم يعني مطيشة محكوكا معصر ومحكوكا ممكن معلقة صغيرة ديال كوركم نصف معلقة ديال كمون حتى التالي ونزيد كيف كتحرفوا الكمون كي مرر ندير وغير رسل معلقة ديال سكنجبير او للزنجبيل ديال فلفل اسود والملح دائما دلو حسب الدوق ديال لكم انددت شوية ديال الملح لانا غنزيد في هاداك المدية الحامض اللي كانكون مرقدا فيه الحامض تقريبا عندي وحد ربع كاس والحامض يعني احتال تالي احتال طيب ونضيف ليدوك اللي تخونش ديال الحامض مع الزيتون هاد المدية الحامض كي يعطيها وحد المادة قلديد وغزال سفي غد نخلط هاد المكونات وغادي نخلط هاد المكونات جيدا وغادي نقفل الطنجرة ديالي على نار مهيلا شعرا نار مهيلا يعني هادا وتخليوها تقريبا وحد خمستاشر دقيقة من بعد ما مرات خمستاشر دقيقة ها هي دي متشربة طيبة كيف قلنا لي انها هفتية غدا نضيف لي هادوك اللب ديال الحامض والقشر غدا نخليه تزيين غدا نضيف لي اهنا ايضا زيتون انا عندي دائما هاد زيتون كي مرقداها كف زيت وتادي كزويته كيف قلت كنستغلها لانها كتكون من السمة ضفت داك اللب ديال الحامض وشوية ديال الهريسة او للحار طبع حال كتقدو الدوق اذا خاص الملح زيتو تا شوية الكامون الى بغيتو وغادي نردها جوج دقيقة صافي وها هي دي واجدة كجي مقبلة وسلطة رائعة جدا وسحية والديدة بامتياز والسلطة الموالية هي سلطة الحمصي سلطة ايضا كجي مشبعة ورائعة جدا اللي غادي نحتاج لها جدا ايضا عندي هنا تلتمية جرام لي هي جوج كؤوس مقبين عامرين ديال الحمص مسلوق عندي جوج تلك ست الحصوص ديال التوم عندي العاصر ديال نصف حامضة عندي معلقة كبيرة احتل زوج ديال سلطة تحينة والملح كيفقى حسب التوقع كناخدو داك الحمص وكنحتافتو حسب داك الما ديال السلق الحمص كيف قلت طيب مزيان بعدوك ثلاث ثلاث لفصوص ديال التوم وحد رشيشة ديال الملح انا الحمص كنطيبو بلا ملح تلع التالي عاد كنزيد في شي شوية وكتطلع في ديال غالية اللي دا كنضيف الملح يعني وانا كنحضر السلطة نطحن يعني بالبغاء او لفتحانة عادي جدا نطحن للحمص ديالي مزيان ضفتليهن العاصر الحامض معلقة كبيرة ديال سلطة تحينة وزت واحد معلقة اخرى وبالنسبة لعاصرة الحامض تقريبا واحد ربع كأس ديال عاصرة الحامض وانا كنطحن وانا كنزيد شوي يمدك الما ديال السلق حتى كتحصلوا على القوام اللي بغيتو يعني عاود ما نخليوهاش قابطة بزاف وعاود ما نجريوهاش هذا هو القوام ديالا تقريبا نحصلوا على قوام ليس ارتب هاد الشكل العناصر كلها يعني متازجا به هاد الشكل ودوقه انت بالحالي لا خاص الملح ولا بغيتو شوي يد الحار شوي يد الحامض ممكن نزيده هذا هو القوام ديالا سلطة الحمص وكتجي سلطة هائلة جدا سلطة غزالة وغير مكلفة بتاتا يعني وكتجي رائعة وضعت لها زيت زيتون هكا في الوسط وغادي نكمل لها التزيين سواء بال يعني بسودانيا اللي عندكم او للبابريكا كنوضع الشوكا اذا كانت عندكم سودانيا كتبغيش في يد الحار كتجي بيها غزالة بسودانيا انا ما عنديش يعني كملت لها التزيين للبابريكا وحتيت شوي يد الهريسة يعني باش غادي نضيفها في الوسط مني نكونوك اناكلو وهذا هو الشكل نهائي ديال سلطة الحمصي سلطة روعة سلطة رائعة رائعة سلطة الاخيرة هي الشفلور مشرمل في الفرن كي يجي ايضا هائل جدا مع بعض هو ديال الشفلور هنا عندي شفلورة صغيرة بخرتها رشيت فيها شوية ديال الملح وبخرتها غدا نضيف هنا واحد جوج حبة ديال البيض الخلطة اللي غادي نمرر في هاد شجيرات ديال شفلور عندي جوج حبة ديال البيض عندي معلقة كبيرة ديال الربيع بقدونسو كوزبرة اللي يكونو مقطعين غدا نضيف لهم ايضا جوج فصوص ديال توم مبشورين شوية ديال بابريكا انا كانت عندي قليل اديروا معلقة صغيرة ديال بابريكا معلقة صغيرة ديال كوركم راسل معلقة ديال زنجبيل معلقة صغيرة مع مراش ديال قصبر يابس راسل معلقة ديال الفلفل اسود ونص معلقة هكا ديال كمون والملح ديال قياسكم وراء ما تنسوش بأن الشفلور رافي يعني مبخر بالملح دياله وجوج معلقة كبار ديال الدقيق ونمزج هاد المكونات جيدا ودحسيت بها تقيلة نخففها بشوية ديال الحليب وإلا كانت القشدة ديال الطاهي ممكن ديرو حتى نسكاس كتعطيها واحد القاوام واحد المدق غزال بقشدة ديال قشدة ديال الخاصة بالطاهي خديت واحد سوين يا هكا اولا بلا ديال الفران دهنتو بشوية ديال الزيت وغادي نبدأ ناخدوك شجيرات نمررهم في هاد الخلطة هادي ونوضعهم في البلا ديالي بها الطريقة أنا هاد الكمية كفاتني كيف قلت لان الشفلور عندي الشفلورة صغيرة كانت شفلورة كبيرة غديرو ثلاثة الحبات ديال البيض وكيجي طبق كيف قلت سهل سريع وكيجي لديد عن جد يعني كيجي طبق شفلور كيف قلت مرة نوضفوه تاجين مرة بها الطريقة مرة صص بيشامل يعني فيه عدة طرق كيفاش نتناولوه ووقته هاد كل مرة نحضروه بطريقة المتبقي ديال السلصص كبتها على الطبق ديالي هكذا من الفوق وغدا نضيف لها واحد رشة ديال الجبن وندخلها الفران ايدا على درجة حرارة 200 درجة النار من الاسفل ومن الاعلى ونتسين عليها حتى كتتحمر وحتى كتقاطينا يطيب لنا في هادك البيض وكتتحمر وبهكذا حلقتنا ديال اليوم غدي تكون سلاة نتمنى هاد اربع اقتراحات ديال اليوم يروقوكم ينالوا استحسانكم تجربوهم ان شاء الله في بيوتكم تاكلوهم بالصحة والهنا شكرا للمتابعة وانتظرين في الحلقات المقبلة بإذن الله